أثيوبيا وإسرائيل يتهمان مصر بالاستداء على شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى أثيوبيا من فرنس لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط أحزمة الأمان لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو فأهلا بكم على متن طائرة رمضان أبو ليلة أهلا بكم اتهمت المخابرات الأفيوبية والمخابرات الإسرائيلية سقور المخابرات المصرية بأنهم وراء اختفاء شحنة أسلحة ضخمة من فرنسا قبل وصولها إلى الجيش الأسيوبي إيه بقى الحكاية؟ الحكاية جماعة مسيرة جدا 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 وليلة كبيرة أوي 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 تعالوا بقى نحكي فيها عملية كبيرة لم يعلن عن تفاصيلها لكن أعلن عن نتيجتها النتيجة هي اختفاء عدد 41 حاوية نقل بضائع داخلها صفقة أسلحة ضخمة بقيمة مليار ومئتين مليون يورو أهمية العملية مش بس في قيمة الصفقة ولكن في قيمة وأهمية الأسلحة اللي كانت داخل الحوايات تعالوا بقى حضراتكم نحكي عن ما أعلن عن العملية موقع أفريكا انترجنت بيقول أن فيه تلت شركات كانت مسؤولة عن هذه العملية شركتين منهم من داخل أثيوبيا شركتين أثيوبيتين وشركة تلتة شركة فرنسية نتكلم عن الشركتين الأثيوبيتين نمرة واحد شركة خطوط الشحن الأثيوبية والمعروفة بـ ESL شركة خطوط الشحن الأثيوبية كانت مسؤولة عن نقل الأسلحة من فرنسا شركة خطوط الشحن الأثيوبية اتأسست عام 1963 عندما كانت أريتريا ما زالت جزء من أثيوبيا وأثيوبيا لها حدود بحرية يمكن أن تشحن وتستقبل البضائع من خلال هذه الحدود وسنة 1993 عندما استقلت وانفصلت أريتريا عن أثيوبيا استمرت شركة خطوط الشحن الأثيوبية في العمل وكانت مكلفة بنقل الأسلحة من فرنسا أما الشركة الثانية فهي شركة ميتك وهي شركة ميتالز اند انجينيرين كوربوريشن شركة أثيوبية مملوكة للدولة الأثيوبية وهي عبارة عن شركة صناعات هندسية وعسكرية كبيرة جدا تضم تسع مجمعات للصناعات العسكرية الشركة دي شركة ميتك وستست سنة 2010 في عهد رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي ولكن السنة اللي فاتته نتيجة لشيوع الفساد وسوق إدارة المال العام تم نقل أربع مجمعات للصناعات العسكرية من شركة ميتك مباشرة إلى وزارة الدفاع الأسيوبية المجمع الأول هو مجمع أوبيتشو وهو مجمع صناعي هندسي لصناعة الزخاير أما المجمع الثاني فهو مجمع جافات ومجمع صناعي عسكري لصناعة التسليح المجمع الثالث هو مجمع دي جان ومجمع صناعي عسكري خاص بالطيران والملاحة الجوية والمجمع الرابع خاص بتصنيع التسليح الخاص شركة ميتك بتتعاون وتتعامل مع شركتين دوليتين هما شركة ألستوم وهي شركة فرنسية وشركة سباير وهي شركة أمريكية نيجي بقى لشركة ألستوم الفرنسية شركة ألستوم الفرنسية هي شركة شركة تعمل في مجال صناعة القطارات وتنتقل قطارات مشهورة مثل الـ ABG والـ TBG والبونديليوم والشركة تنشط في أسواق نقل البضائع بالسكك الحديدية في جميع أنحاء العالم شركة ألستوم كمان كانت عملت استحواز على شركة اسمها ACEC لتصنيع التوربينات العملاقة طبعاً إحنا عارفين أن صفقات السلاح بيتم التعاقد عليها بين الحكومات وقد يعلن عنها أو لا يعلن عنها أما صفقات السلاح السرية الحرجة التي قد تغير من الموازين فهي دائماً ما تتم عن طريق الشركات وذلك لعدم إحراج الحكومات أثيوبيا طلبت من الحليف الإسرائيلي على وجه السرعة إمدادها بسلاح يحيط الرفال المصري وفعلاً إسرائيل الخبيثة جاهزت بعض الأسلحة منها سواريخ وزخائر وأجهزة تشويش رياداء عالية التقنية ذات شفرات خاصة وقطع غيار مهمة جداً وأرسلتها إلى شركة ألستون ليتم شحنها إلى أثيوب ولكن عيون وأذان سقور المخابرات المصرية دائماً ما ترصد كل المخاطر التي تهدد مصر ذهبت شركة الخطوط الأثيوبية لاستلام الشحنة من شركة ألستون الفرنسية لشحنها إلى أثيوبيا وهنا كانت الصاعقة والمفاجأة اختفاء عدد 41 حاوية بما فيهم من أسلحة وبسؤال شركة ألستون الفرنسية قالت الشركة أن الفاعلة مجهول ولكن بالتأكيد له مصلحة كبيرة جداً في اختفاء الأسلحة أما عن المخابرات الأثيوبية فقد أعلنت بوضوح اتهمها المباشر للمخابرات المصرية كذلك المخابرات الإسرائيلية وجهت أصابع الاتهام المباشر للمخابرات المصرية وقالت أن صفقة الأسلحة بما تتضمنها من أجهزة تشويش رهداني عالية التقنية والتي لها شفرات خاصة لا يعلم بأهميتها إلا مصر ولا يوجد لأحد مصلحة في اختفاءها إلا مصر في نفس الوقت التي تراقب فيه المخابرات الفرنسية الموقف من بعيد حيث أن صفقة الأسلحة المختفية كانت تضم بخلاف الصواريخ والزخائر أجهزة للتشويش الراداري عالية التقنية والتي باستطاعتها أن تحجي بالرؤية عن الرافال المصري التي يخطط لها أن تقوم بضرب سد النهض في حين أن هذه الأجهزة ستذهب إلى أثيوبيا الحليف لفرنس لذلك مصر حليف لفرنس لذلك آثرت المخابرات الفرنسية وآثرت الحكومة الفرنسية الصمت وعدم التعليم لكن المخابرات الفرنسية علقت فقط بقولها أن الفاعل المجهول بين قوسين المخابرات المصرية هو على درجة كبيرة من الاحترافية والمهارة والتمكب لأنه لم يصرق الأسلحة أو لم يخرج بالأسلحة بل استولى على الأسلحة بالحاويات التي تحملها عدد 41 حاوية تحمل أطمانا من الأسلحة كيف تختفي عن الأنظار هكذا ولا يوجد لها أطرف الصفقة التي كان مخطط لها الوصول إلى أثيوبيا لحماية السد والتي بسببها خرجت التصريحات من المسجودين الأثيوبيين أننا لا نخاف من التهديدات وأننا لا نموت من التهديدات ولكننا نموت في القتال كانت بسبب علم المخابرات الأثيوبية بقرب وصول أجهزة التشويش الراداري عالية التقنية من إسرائيل إلى أثيوبيا وبالتالي ظنت أثيوبيا أنها قد ملكت كل الأسلحة التي تمكنها من حماية السد والتصدي لكل أسلحة الهجوم المصرية وخاصة طائرات الرافال المصرية التي جذمت أثيوبيا بأن مصر لا تملك إلا هذه الطائرات كوسيلة للوصول إلى ضرب السد بعدما تمكنت أثيوبيا ومعها القوى الدولية المتعامرة على مصر من تهديد المكون المدني داخل السودان وعدم اشتراكه في أي ضربة عسكرية مع مصر موجهة إلى سد النهضة وبالتالي لم يتم توفير القواعد السودانية للطيران المصري لضرب السد إذن فقد تم التضييق على مصر في خيارات ضرب السد ولم يتبقى لدى مصر في ترسانتها إلا استخدام الرافال لضرب السد ومعت مئنان أثيوبيا إلى وصول أجهزة التشويش الراداري عالية التقنية الذات الصناعة الإسرائيلية اتمأنت أثيوبيا أنها قد ملكت كل الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن سد النهضة وإن مصر لا تملك من الأمر شيء وسيتم فرض الأمر الواقع عليها بملء السد والتحكم في قراراتها والتحكم في مصر وإخضاعها وهزيمتها سياسيا أمام العالم كله ولكن الحمد لله رب العالمين كانت سقور المخابرات المصرية تعمل دائما في صمت لتحييد وإذالة كافة المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي لمصر ومن هنا نحن نرسل رسالة إلى المخابرات الإسرائيلية كالعادة ولكن هذه المرة نضم مع المخابرات الأثيوبية ونقول لهم من المخابرات العامة المصرية إلى المخابرات الإسرائيلية والأثيوبية نشكركم لحسن تعاونكم معنا وإلى اللقاء في عملية أخرى إن شاء الله وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصرنا الغالية وأن يجعلها سخاء رخاء وأن لا يكشف عننا غطاء ستره عبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة